السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وللأسف الشديد لقد أجمع أكثر علماء الأمة على عقيدة كاذبة ألا وهي أن المهدي المنتظر حين يظهر لا يقول أنه المهدي المنتظر ولكن الغريب في الأمر أنه لا يوجد حديث نبوي واحد فقط عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه ذلك ولذلك تحداهم الإمام المهدي المنتظر الحق الإمام ناصر محمد اليماني على أن يأتوا بهذا الحديث الذي أسسوا عليه هذه العقيدة الكاذبة حتى يتم عرضه على القرآن العظيم لنرى هل يوجد ما يقرره في القرآن فنؤمن به؟ أم أنه يوجد ما يخالفه؟ فهنا يتم نسف هذا الحديث نسفا لأنه سيكون حديثا باطلا مخالفا للقرآن العظيم وإليكم التحدي من هذا البيان الذي كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ الرابع من شهر القعدة لعام 1441 للهجرة والموافق الخامس والعشرون من شهر يونيو لعام 2020 ميلاديا والبيان بعنوان بيان هام إلى الذين يعقلون في العالمين ويتلو عليكم البيان أحد أنصار الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلى الله وإليكم نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم تزعمين أنك من المصدقين بأندي الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ولكنك يا أم سجه تريدين أن تشهدي أن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني رسول من رب العالمين وإنك لمن الكاذبين فلا ينبغي لله رب العالمين أن يناقض نفسه في محكم كتابه فكيف يفتين الله في محكم كتابه أن محمدا رسول الله وخاتم النبيين إذن كيف يناقض الله فتوى فيجعل الإمام المهدي رسولا جديدا من رب العالمين أفلا تعقلين بل معتقدك هذا كفر بقول الله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إذن فكيف يبعث الله المهدي رسولا جديدا سبحانه فلن يناقض كلامه في محكم كتابه بل يبعث الله الإمام المهدي ناصر محمد أي ناصرا لما جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلم تسليما وعليه أقول أنك لم تأتي تريدين الحق بل وتفترين أن محمد رسول الله كان يقرأ ويكتب ويا أم سجى والله الذي لا إله غيره لو كان محمد رسول الله يقرأ ويكتب إذن لارتاب في شأنه شياطين البشر المبطلون من اليهود الذين علموا أنه نبي من رب العالمين كما يعرفون أبناءهم ثم صدوا عنه المبطلون صدودا وأما البرهان الذي جعلهم يوقنون أنه محمد رسول الله هو أنهم وجدوه أمية لا يقرأ ولا يكتب ولذلك علموا أنه النبي الأمي المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل تصديق لقول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبما أنه مكتوب في التوراة والإنجيل أن رسول الله محمد النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يشكوا أنه النبي الأمي مثقال ذرة وذلك بسبب أنه أمي ورغم ذلك يقص في هذا القرآن على بني إسرائيل لأكثر الذي هم فيه يختلفون برغم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولذلك علموا أنه حقا الرسول النبي الأمي المكتوب عندهم في التوراة أنه نبي أمي وأما لو وجدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ويكتب إذن لشكوا في أمره كون خاتم الأنبياء والمرسلين المكتوب عندهم في التوراة لا يعلمون اليهود أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ولو وجدوه أنه يقرأ ويكتب لارتاب في أمره شياطين البشر المفطلون من اليهود ولذلك قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المفطلون صدق الله العظيم وبسبب أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب علموا علم اليقين أنه النبي الأمي المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل فكذب به المفطلون منهم بعد ما علموا علم اليقين أنه النبي الأمي ولذلك قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدق الله العظيم ويا أم سجة كوني من الشاكرين خيرا لك ونأمر أن لا يعتمد طاقم الإدارة أنك من الأنصار السابقين الأخيار فلست من أنصار الإمام المهدي بسبب معتقدك بالباطل كونك تعتقدين أن الله يبعث الإمام المهدي المنتظر رسولا من رب العالمين فهذا معتقد باطل مخالف لمحكم القرآن العظيم بل المعتقد الحق هو أن الله يبعث المهدي المنتظر ناصر محمد أي ناصرا لما جاء به محمد رسول الله وفي ذلك تكمن حكمة التواطئ للإسم محمد في اسم الإمام المهدي ناصر محمد ولذلك لا يجوز للمسلمين في عقيدة بعث الإمام المهدي المنتظر إلا أن يعتقدوا أن الله لن يبعث الإمام المهدي رسولا ولا نبيا بل المعتقد الحق هو أن تعتقدوا أن الله يبعث الإمام المهدي ناصر محمد ما لم فقد كفرتم بقول الله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وما ينبغي للإمام المهدي ناصر محمد أن يبعثه الله متبعا لأهوائكم فاذهبي للمهديين الممسوسين الذين تتخبطهم مصوص الشياطين وسوف يصدقوا معتقدك الباطل فمنهم من يقول أنه نبي ومنهم من يقول أنه رسول ومنهم من يقول أنه محمد رسول الله وأن روح النبي محمد تنزل في جسده بل يتخبط جسده مس شيطان رجيم ومنهم من يقول أنه رسول الله المسيح عيسى بن مريم وأن روح المسيح غشيت جسده بل غشيه مس شيطان رجيم والحكمة الشيطانية من ذلك حتى يعرض المسلمون عن الإمام المهدي المنتظر الحق من ربهم فيظنوه ليس إلا كمثل الذين سبقوه وفي عصره ممن يدعون المهدي وسرعان ما يغلبهم أبسط علماء المسلمين فيقيمون عليهم الحجة فيلجمونهم الجامة ولكن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ليس بمجنون بل عاقل وأقيم الحجة بالحق على العقلاء بكل بساطة بسلطان العلم من محكم القرآن بالقرآن الذي يجد كل إنسان عاقل أنه البيانة الحق من ربه لا شك ولا ريد كونها لا تعمل أبصار عن التمييز بين الحق والباطل إذا تم استخدام العقل تصديقا لقول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم وأما الذين رفضوا أن يستغدموا عقولهم فلن يهديهم الله في كل زمان ومكان بل هضى الله من عباده فقط الذين لا يقاطعون بل يستمعون القول أولا فمن ثم يتبعون أحسن ما قبلته عقولكم تصديقا لقول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم بل بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني حتما تجدون عقولكم تسلم للبيانة الحق تسليما كونها لا تعمى أبصار العقول المتفكرة إذا تم عرض البيانة الحق عليها وأما أصحاب الاتباع الأعمى لأسلافهم دونما يستخدمون عقولهم فيما وجدوا عليه سلفهم أحق هو أنباطل لم تقبله عقولهم فأبوا استخدام عقولهم فأولئك قوم لا يعقلون من أصحاب النار بسبب عدم استخدام العقل لم يهتدوا إلى الحق في الحياة الدنيا ويعرضون عن داعي الحق من ربهم الذي تغضع لمنطق دعوته وعقولهم فأبوا إلا أن يتبعوا أسلافهم اتباعا أعمى دون ما استخدام العقل ولذلك قال الله تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي طفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم ومنهم الذين قال لهم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أني الإمام المهدي ناصر محمد والجمناهم بسلطان العلم الجامع وما كان حجتهم إلا أن قالوا من عند أنفسهم إن الإمام المهدي لا يقول أنه الإمام المهدي وما دام قلت أنك الإمام المهدي إذن فأنت لست الإمام المهدي فمن ثم نقيم عليهم الحجة الفاضحة أجمعين ونقول لهم يا معشر علماء الأمة هل تستطيعون أن تأتوني بحديث في السنة النبوية عن محمد رسول الله أنه قال إن الإمام المهدي لا يقول أنه الإمام المهدي وذلك حتى نعرض هذا الحديث على كتاب الله القرآن العظيم فنستنبط ما يقرر هذا الحديث إن كان عن رسول الله أو ننسفه نسفة من محكم القرآن العظيم إذا لم يكن عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكني يا معشر علماء الأمة محست عن حديثا عن النبي أنه يقول إن الإمام المهدي لا يقول أنه الإمام المهدي فلم أجد في كلمات البحث بمعنى أنه لا وجود لهذا الحديث بين كافة الأحاديث الواردة عن النبي سواء الأحاديث المتفق عليها أو المتواترة أو الأحاد أو الضعيفة فيا للعجب فيا للعجب فلم أجد حديثا عن النبي بين كافة الأحاديث الواردة عن النبي أنه قال إن الإمام المهدي لا يقول أنه الإمام المهدي فهل تستطيعون أن تأتوني بهذا الحديث كي نعرضه على كتاب الله أم أنكم أنتم من افترى هذا الحديث من عند أنفسكم وتجادلونني به خمسة عشر عاما وهو لا يوجد في أي من كتب الحديث عن النبي فإن قلتم بل يوجد حديث عن النبي قال إن الإمام المهدي لا يقول أنه الإمام المهدي فمن ثم نقول لكم فأتوني به إن كنتم صادقين ما لم فمن أظلم ممن افترى على رسول الله كذبا فليتبوأ مقعده من النار ولكني لم أجده حتى في الأحاديث المفترى فلم يظهر معي في كلمات البحث في الإنترنت العالمية فهل اختلقتم هذا الحديث من عند أنفسكم بل واتفقتم عليه رجوت من الله إما أن يهديكم عاجلا من علم أن في قلبه خيرا منكم من الذين لو تبين لهم سبيل الحق لاتبعوه وأما الذين استكبروا وأخذتهم العزة بالإسم فرجوت من الله أن يقسم أعمارهم بما يسمونه فيروس كورونا أو فيروس ذا عذاب شديد وكيدا من الله متين فمن يصرف عنكم عذابه يا معشر المعرضين عن كتابه القرآن العظيم إن كنتم صادقين فلا تزال جنود الله الصغرى كورونا تشن حربها العالمية لإغضاء العالمين لخليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني والقادم أعظم رب اغفر ورحم وافتح بيننا وبين المجرمين في العالمين بالحق وأنت خير الفاتحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله عبده الإمام المهدي ناصر محمد اليمان